موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العنوين موقع أخبارية تساءل من يعرق الجهود الرئيس هادي في ضبط الأمن بالعاصمة المؤقتة في تقرير لصحيفة الأيام عدن بلا زوار وأثارها مهددة ومن الجزيرة نت انتحار مواطن يمني بسبب قرارات الرئيس الأمريكي ترامب أهلا بكم بعد يوم واحد من اجتماع الرئيس هادي بالقيادات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن لإقرار آلية تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها وزير الداخلية أحمد الميسري مع دولة الإمارات ظهر اعتراضان صاخبان من قلب عدن في وجه التوجيهات الجديدة لتضميد شرايين المدينة التي تنزف منذ ثلاث سنوات ويعنون المصدر أونلاين بن بريك وكاتم الصوت يعترضان طريق الرئيس هادي لضبط الأمن في عدن والاعتراض الأول وفقاً للمصدر أونلاين صدر عن هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقال الجنوبي وأحد أهم رجال الإمارات في عدن إذ ألمح بعد ساعات من الاجتماع الأمني بالقصر الرئاسي إلى رفض التوجيهات الجديدة للتحالف مع حكومة هذه ويثير موقف بن بريك تساؤلات عدة حول ما إذا كان الرجل يرفض فعلاً أي تطبيع للوضع الأمني وإنشاء غرفة عمليات وسيطرة موحدة لضبط الأمن في عدن حتى لو كانت الإمارات هي من تريد ذلك خصوصاً أن الرجل يدين بالولاء الشديد لها ومن المستبعد أن يجرع على رفض أي توجيه لأبوظبي أو أن الرجل يستند في موقفه إلى ضوء أخضر إماراتي غير معلن وأن دعوة للميسري لزيارة أبوظبي بعد سلسلة موقفه التي هاجم فيها الإمارات بشدة واتهامها بعرقلة جهود الحكومة لتطبيع الأمن في عدن عبر أدواتها في المدينة دفع المسؤولين الأماراتيين إلى إبداء استعدادهم للتعاون أما الاعتراض الثاني فكان من مسدس كاتم الصوت المجهول الذي نفذ أكثر من أربعمائة اغتيال خلال ثلاث سنوات دون أن يردعه أحد أفلحتم في تحويل اليمن إلى دولة فاشلة أو دويلات متصارعة حسب تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لكنكم أفلحتم أكثر في صناعة مستنقع كبير لكم سيبتلعكم فيما سيبتلع هكذا كتبت الحائزة على جائزة نوبل السلام توق الكرمان في مقالها أوضحت فيه تغير أهداف وفشل التحالف العربي في اليمن وأضافت في جزء من المقال التحالف أعلن أنه سيواصل جهده لتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر قبل ذلك بأيام أعلنت السعودية الإيقافة المؤكدة لصادراتها من النفط عبر باب المندب كان هذا الإعلان إقراراً واضحاً بفشلهم في حماية ناكلاتهم فضلاً عن الملاحة الدولية كان أيضاً استنجاداً سعودياً بالعالم بآخر وأهم أوراق المملكة العجيب أن أسعار النفط لا ارتفعت ولا النجدة أتت تخيلوا تحالفاً عربياً يضم أهم وأكبر الدول العربية مسنوداً بدعم لوجستي عالمي من قبل عدد كبير من دول العالم هذا التحالف يفشل وخلال أربع سنوات في إلحاق الهزيمة بميليشيا ليختمها بإعلان عجزه عن حماية ناكلات النفط واستغاثته ببارجات وأساطيل العالم لحمايتها لقد صنع التحالف بفشله وانحراف أجندته منهم قوة عظمى أو هكذا أصبح ينظر إليهم العالم ومن الطبيعي بعد ذلك أن تسعى دول العالم الباحثة عن النفوذ لخطبة ودهم والتحالف معهم قدم التحالف للحثيين هدية أخرى حين فشل فشلاً ذريعاً في طبط الأمن في المناطق المحررة من سيطرة الحثيين والتي عوضاً عن إقامة وتفعيل مؤسسات السلطة الشرعية فيها سلمت الجماعات والميليشيات المسلحة الموالية للتحالف والمعادية للشرعية وبمقارنة صنعاء بعداً مثلاً تبدو صنعاء أكثر أمناً وأقل حوادثة جنائية جميعكم تتحركون خارج الشرعية ودون مشروعية هذه هي الخلاصة التي وصل إليها المجتمع الدولي وسيصل إليها كل منصف هذا الفشل هو ما أراده التحالف وخطط له منذ رعى الانكلاب عن طريق عميلهم المخلوع علي صالح وبطرق أخرى مروراً بإعلان التحالف الحرب في اليمن حين قال إنه تدخل لإعادة الشرعية لكنه أدارها بطريقة تضمن عدم عودة الشرعية مطلقاً تنشر صحيفة الأيام تقريراً خاصاً عن المناطق الأثرية المهددة في عدن والتي فقدت كثيراً من أجزائها وعنوانة الأيام معالم عدن ماض عريق وواقع يحتضر وقالت الصحيفة الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن تمتلك مدينة عدن حضارة ومعالم ضاربة جزورها في أعماق التاريخ فضلاً عن تميزها بموقعها الاستراتيجي ألهام الذي أضفى عليها أهمية أخرى جعلها محط أنظار العالم أجمع منذ القدم وتضيف الصحيفة مؤخراً تعرضت أبرز معالم عدن التاريخية للهدم أثناء احتلال قوات الحوثي وصالح للمدينة والخراب والبص العشوائي من قبل المواطنين غير واعين لفداحة ما يقومون به مستغلين غياب الحماية لها من الجهات المعنية ونتيجة كما تقول الأيام تشويه وطمس وتدمير ونهب وبناء عشوائي على أكثر وعلى كثير منها وفي مقدمتها صهريج عدن تاريخية الأمر الذي سيترك هوة كبيرة بين ماضي هذه المدينة العريق ومستقبلها القادم في الوقت الذي قد أثر كثيراً على حاضرها والذي لم يعد يشاهد فيها أي من السياح الذين اعتادت أن تستقبلهم في كل وقت وحين الكل يشتكي من إعلان الشرعية بأنه ضعيف أو من إعلام الشرعية بأنه ضعيف ولا يواكب الانتصارات ولكن لا أحد يسأل ما الذي تقدمه الشرعية للصحفين في الجبهة هكذا يكتب من جبهة البيضاء الملاجم المصور الصحفي سليمان النواب شارحاً الوضع الذي يعمل فيها الصحفيون في الجبهات وهم يوثقون لأهم مرحلة من تاريخ البلاد ويضيف فقرات من المقع من بعد استهدافنا في قانية قبل ثلاثة أشهر أشعر أنني تقدمت في العمر ثلاثين سنة وبينهما ليال كلها كوابيس ورعب بعد أن تم ضربنا بالصاروخ وأثناء نقلنا على سيارة إسعاف عطشت عطشاً شديداً ومع الطريق نسيت العطش ولما وصلت للمستشفى سألني الزملاء كنت قد شربت ماء أو أكلت السكريات من أجل سلامة الكبد ومع الخوف والهلع لم أشرب إلا بعد خمس ساعات من الحادث الكثير نصحني بإجراء فحص طبي لوظائف الكلا بعد الحادث ولكن لأن لا أحد من المسؤولين اهتم بنا فلم يتم الفحص ولم أسأل أحد المؤلم أيضاً أنه بعد وصولنا المستشفى كانت دارة قناة بلقيس ويمن شباب على اتصال مع الزملاء الذين استهدفوا معنا لتسفيرهم للخارج للعلاج وأنا الوحيد الذي لم يسأل أحد عنه إلى اتصالات الزملاء والأحب الذين فجعوا علينا وتواصلوا معي ليطمئنوا عني يعتقد الكثير أننا نتلقى دعماً من القيادات العسكرية في جميع الجبهات وأننا لا نتحرك إلا بمبالغ مالية كبيرة قابل تواجدنا في الجبهات للتصوير الحقيقة التي لا يعرفها الناس ولا يعرفها كثير من الزملاء والمتابعين أن لا أحد يهتم بنا ولا يعرف أحد ماذا نواجه من صعوبات من خلال تنقلاتنا للجبهات ذهاباً وإيهباً وأننا ندفع قيمة المواصلات من جيوبنا نحن بالكاد نكافح من أجل تأمين الإيجار والمصروف اليوم والعلاج ومع ذلك إيماننا الكامل بأن النصر الذي يتحقق على يد أبطال الجيش الوطني لابد له من نصر إعلامي ولابد للإعلام أن يواكب هذه اللحظات التاريخية ونحن نرى أن التاريخ يزور ونحن الموجودون فكيف إذا غبنا وإيماناً منا بهذا سنظل باقينا على الدرب الذي ارتضيناه لأنفسنا احتفت مواقع أخبارية في عدن باللقاء الذي عقد بين وزير الداخلية ومدير أمن عدن مع أن فترة طويلة مرت منذ تعيين الاثنين في منصبهما ولم يكن قد عقد بينهما لقاء وعنون موقع عدن الغد لقاء الميسري شلال هل يكون بداية نهاية الانفلات الأمن في عدن؟ وقال الموقع أن اللقاء هو الأول الذي يجمع الرجلين المسؤولين بصورة مباشرة عن الأمن في عدن منذ تعيين الميسري نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية قبل أشهر الموقع قال أن اللقاء بين وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري باللواء شلال شايع مدير أمن عدن تم على وقع فوضى أمنية تعصف بالمدينة ويفيد الموقع أن اللقاء جاء بعد التفاهمات الأخيرة بين الشرعية ودولة الإمارات والتي تنامت عقب زيارة الوزير الميسري قبل حوالي شهرين لأبوظبي لمناقشة التنسيق الأمني في عدن بعد الفاصل سنواصل مطالعة أهم الأخبار التي تناولتها بعض الصحف العربية والعالمية التي تناولت الشأن اليمني يبقوا معنا مستمرون معكم في مطالعة أهم الصحف التي تناولت الشأن اليمني سواء عربية أو عالمية ونبدأ من العرب الجديد نقلا عن رويترز لهذه الأسباب أوقفت السعودية تصدير نفطها عبر باب المندب تبدأ بالقول أن السعودية أعلنت الأسبوع الماضي تعليق مرور شحنات النفط في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر بعد مهاجمة الحوثين ناقلتين في الممر المائي لكن حتى الآن لم تحذو حذوها أي من الدول الأخرى المصدرة للنفط ومشان إغلاق كامل للممر المائي الاستراتيجي أن يؤدي فعليا إلى وقف شحنات تبلغ نحو 4.8 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة إلى أوروبا والولايات المتحدة ويقول محللون أن السعودية تحاول تشجيع حلفائها الغربيين على النظر بجدية أكبر إلى الخطر الذي يمثله الحوثيون وزيادة الدعم لحربها في اليمن وقال سداد الحسيني وهو مسؤول تنفيذ سابق في أرامكو السعودية ومستشار للطاقة حاليا بدلا من السماح لهذه التحركات العدائية بأن تمر من دون أن يلاحظها العالم فأن السعودية تضع ما تقوم به إيران من تخريب للاقتصاد العالمي بأسره تحت أعين الجميع وتضيف الصحيفة تعليق الشحنات السعودية مع التهديد الضمني بارتفاع أسعار النفط ربما يهدف أيضا إلى الضغط على الحلفاء الغربيين الذين ما زالوا يدعمون الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه لاتخاذ موقف أقوى ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة في عنوان بارز جاء في موقع الجزيرة نت تحدث حول مواطن يمني وقال العنوان انتحار يمني بسبب قرارات ترامب وفادت مصادر إعلامية أمريكية بانتحار مواطن أمريكي يمني بعد أن منعت عيلته من الحصول على تأشيرات بموجب حظر سفر أقره الرئيس الأمريكي دراند ترامب على سبع دول بينها اليمن ووفقا لما نقله موقع هيلا الأمريكي وعلى الرغم من أن أصغر ثلاثة أطفال لمحمود سالم مواطنون أمريكيون فإن زوجته وأكبر اثنين من أولاده لا يحملون الجنسية الأمريكية وقد حرمتهم الحكومة الأمريكية من دخول البلاد بموجب القرارات أو قرارات ترامب وذكر الموقع أن محمود سالم اتصل بعيلته التي كانت تقيم في جبوتي يوم الثامن عشر من يونيو الجاري ليقول لهم وداعا وقال شقيقه ميمون سالم الذي يعيش في ميشيغان أن منع عائلته من دخول البلاد تسبب في مقتل شقيقه سيقول أن ذلك هو السبب الأول والرئيسي فأفراد أسرته لا يستطيعون إحضارهم إلى هنا وفي الوقت نفسه لا يمكنه إعادتهم إلى اليمن وطبقا لما أوردته شبكة NBC الأمريكية فإن الحكومة الأمريكية أصدرت إعفاءات لعائلة سالم من أجل السفر إلى الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من امتحاره لكنهم وصلوا بعد ثوات الأوان البنك المركزي في عدن يسعى لطباعة تريليون دولار أو عفوا لطباعة تريليون ريال أي ما يعادل خمسة مليارات دولار خلال العام 2018 بغرض استبدال النقود التالفة من جهة ومواجهة أزمة السيولة من جهة أخرى بحسب مسؤولين كل هذا التسارع يدفعنا لتساؤل هل ثمت جدوى للإصدارات النقدية الجديدة وهل تغيير العملة السائدة في ظل انقسام عمليات البنك المركزي بين صنعاء وعدم تعد صائبا من الناحية الاقتصادية هذا جزء من تساؤل طرحه محمد الحكيمي ويحاول الإجابة عنه في المقال الذي نشرته العربي الجديد وأضاف في جزء منه الإجابة هي لا فهذه الإجراءات في الظرف الراهن تعكس حالة من التخبط والفشل في إدارة السياسة المالية والنقدية أكثر من كونها خطوة لتفادي أزمة السيولة الحادة كما يراها البنك فقرار إصدار نقود جديد الآن لا يتطابق مع الاعتبارات المتعارف عليها من ناحية فإن تطبيق إجراء كهذا يكون لأجل تحفيز النمو في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي ولأجل استقرار قيمة العملة تقوم الحكومات بضخ سيولة تتناسب مع حجم الاقتصاد وحجم النمو وهنا تلجأ الحكومات للإصدار النقدي الجديد وفي هذه الحالة يكون إصدار نقود جديد أمام الناس غرضه أن تقوم هذه النقود بتحفيز الطلب على السلع والخدمات وبالتالي استجابة المنتجين لزيادة المعروض من هذه السلع الأمر الذي يؤدي إلى حالة عاش اقتصادي من ناحية أخرى تلجأ الحكومات إلى التمويل بالعيز الذي يعني إصدار كميات نقود إضافية من أجل تغطية النفقات العامة للدولة حين لا يتوافر للدولة إرادات ومصادر كافية لتغطية نفقاتها العامة فتلجأ حينها لطباعة عملة جديدة من أجل تمويل نفقاتها وما هو مؤكد أن اختيار سياسة التمويل التضخمي تفرض على الحكومة تحمل آثارها وتفرض على الشعب تحمل الكثير من التضحيات التي يصعب تفاديها لذلك وبالنظر إلى السببين أعلى لطباعة نقود جديدة يتضح أن الأمر في اليمن كان مختلفا كليا فمع اندلاع الحرب في مارس 2015 دخلت البلاد في حالة من الانقسام والتشضي في سلطاتها ومواردها وفي مؤسساتها العامة لدرجة أنها أصبحت تدار عبر حكومتين وبينكين في صنعا وفي عدن بغض نظر عن الشرعية السياسية كلا الطرفين لم يعلنا عن أي موازنة عامة منذ ثلاثة سنوات قبل أيام وفي ذات الشبكة الإخبارية ترامب يتوعد إيران بمشاكل كبيرة بأنها ستواجه ما لم يسبقها إليه أحد في التاريخ اليوم وفي عنوان جديد بدأ الأمر مختلفا تماما حيث علقت البي بي سي ترامب يقول مستعد للقاء القادة الإيرانيين دون شروط مسبقة حيث قال للرئيس الأمريكي دوراند ترامب إنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين دون شروط مسبقة وفي أي وقت أرادوه وأكد ترامب للصحفين في البيت الأبيض سألتقي بأي شخص أنا أؤمن باللقاءات إذا أرادوا أن نلتقي سألتقيهم وتأتي تصريحات ترامب بعدما تبادل الاتهامات مع نظيره الإيراني حسن روحاني بداية الشهر الجاري وطبقا لبي بي سي إذن عقد هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه بين القادة الأمريكيين والإيرانيين منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979 وأشار وزير الخارجي الأمريكي مايك بامبيو إلى أنه يدعم إجراء محادثات مع إيران إذا أظهرت التزامها بتغيير تصرفاتها وقال لمحطة سي أن بي سي التلفزيونية يريد الرئيس الاجتماع مع الناس لحل المشاكل وفي مايو وضع بامبيو 12 شرطا لتوصل لأي اتفاق جديد مع إيران من بينها سحب قواتها من سوريا وضع حد لدعمها للحوثين في اليمن بدأ مشرعون أمريكيون تحركا لسن قانون جديد من شأنه وكما أوردت صحيفة البيان تصفيت قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر الاعتراف بأربعين ألف من أصل أكثر من خمسة ملايين وفيما ندد مسؤولون فلسطينيون بالتحرك مشيرين إلى أنه جزء لا يتجزأ من صفقة القرن ويتوافق مع قانون القومية العنصري السيناتور داغ لامبروان بادرة لحجد أعضاء في مجلس الشيوخ للتقديم بمشروع قانون جديد يتعلق بالمساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أورنوا بحيث يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسميا في المقابل ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بالمسعى الأمريكي وقال المسعى أمر مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر شيء على الوضع الراهن وهذا التحرك الذي بادر إليه النائب الأمريكي داج لامبروان جزء لا يتجزأ من صفقة القرن التي تهدف لإسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين وأكد عريقات أن حقوق اللاجئين الفلسطينية محمية بموجب القرار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة رقم 194 ولا يمكن تجاوزه ولا يحق لمجلس الشيوخ أو الكونغرس الأمريكي تجاوز القانون الدولي وفرض قوانينهما على دول العالم صحيفة الديري تيليغراف نشرت صورا لكن هذه المرة ليست من عدسات مصوريها حول العالم بل من عدسات تليفون الآيفون وهي بروعتها تضاهي تلك الملتقطة بعدسة الكاميرا نتابع ترجمة نانسي قنقر كيف عبر رسامو الكريكاتور عن أحداث اليوم هذا ما سنتابعه فيما نشرته عدد من الصحف ترجمة نانسي قنقر وبهذه الصور الكريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كوشك الصحافة نتركو كون فيا ماريلا